طيب الجزئية التانية والنهاردة كان فيه كلام كتير جدا بخصوص ملف نادي القرن الافريقي والنهاردة كان فيه جلسة في القضية المتدولة حاليا بخصوص العلامة التجارية هي بس فيه جزئية الناس ربطت الاحداث ببعضها وفكرة ان القضية دي لإثبات مين هو نادي القرن لا الموضوع مش كده خالص موضوع مين نادي القرن الموضوع محسوم من 20 سنة يعني من 21 سنة تحديدا وده النهاردة سؤالنا نذكر الناس متى حصل الاهلي على لقب نادي القرن الافريقي والجائزة اللي منحها الاتحاد الافريقي للنادي الاهلي في السنوات السابقة لكن القضية المتدولة النهاردة لها علاقة انك بتحافظ على الحقوق التجارية والعلامة التجارية للنادي الاهلي خلال الفترة اللي جاء لانه فيه تعدي على العلامة التجارية للنادي الاهلي وأيا كان حكم المحكمة اللي تم تعليق القرار لمدة شهر بإذن الله بنصد بالتأكيد في أحكام القضاء ولا تعليق عليها إن شاء الله فور صدورها ولكن مهم جدا نشرح لكل السادة المشاهدين أن قضية النهاردة والقضية المتدولة بخصوص هذا الملف متعلقة فقط بالنادي الأهلي بيحافظ على حقوق التجارية والعلامة التجارية بالنسبة للحقوق التسوقية للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية لأن التعدي اللي حصل على العالمة التجارية أكيد لأضرارة مادية ومعنوية كبيرة جدا وبالمناسبة في القضية دي إن شاء الله لما يصدر الحكم الناس هتعرف بعد كده الخصم بتاعك في القضية قال إيه يعني قال أنا مثلا أنا مش نادي القرن الإفريقي معديش ما يزبط لنا نادي القرن إفريقي بس أنا بقول أنا نادي القرن الحقيقي إن شاء الله بإذن الله لما تخلص القضية أكيد هنستعرض حيثيات هذه القضية لأن فيها كلام مهم جدا لكن حرص الأهلي على إنه بيحافظ على علامته التجارية وبيمنع أي تعدي صارخ على هذه العلامة لأنها جزء مهم جدا من الناحية التسوقية للقلعة الحمراء سواء في السنوات السابقة أو السنوات المقبلة لأن إدارة العلامات التجارية من الأمور المهمة جدا للحفاظ على حقوقك المالية في الأمور التسوقية طيب بالمناسبة وإحنا بنتكلم على ملف نادي القرن ده القرن العشرين طيب إحنا النهاردة بنتكلم في نوفمبر عشرين اتنين وعشرين يعني بعد اتنين وعشرين سنة من بداية القرن الجديد القرن الواحد وعشرين نستعرض مع بعض مثلا ندي مثال لما كان القرن العشرين كان المنافسة بين الأهل والزمالك الأهلي كان ربعين نقطة في المركز الأول والزمالك التاني في المركز التاني بسبعة وثلاثين نقطة طيب دلوقتي وإحنا في عشرين اتنين وعشرين حينا بنتكلم على نادي القرن الواحد وعشرين النادي الأهلي في الصدارة بمية وواحد نقطة مية وواحد نقطة التلاجي التونسي تلاتة وستين مازمبي تلاتة وستين النجم الساحلي تمانية وخمسين الوداد أربعة واربعين الزمالك تمانية وثلاثين انت تكلمت عن الحاضر والأهلي فاس بالجائزة وبيشتغل على المستقبل عشان يحافظ على هذه الجائزة للسنوات القادمة لا وقت للحديث ولا الصراخ أو العويل طالما تنادي القرن بشهادة رسمية بيتركز في المستقبل والحمد لله انتصارات الأهلي في بداية الألفية الجديدة أعتقد أرقام قياسية أي نادي عشان يوصل بس لنصها محتاجة عشرين تلاتين سنة عشان يقرب بس من أرقام النادي الأهلي في البطولات الإفريقية فدي جزاكة مهمة جدا لازم أتكلم فيها بخصوص القضية المتدولة عشان الناس في بعض الشخصيات أو الجماهير عندها لابس في مسألة القضية النهاردة ليه علاقة بمين هو نادي القرن والذي قضية متعلقة بالحقوق التجارية ترجمة نانسي قنقر